السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فهدي سديد والتي تتعلقنا طبعا بمكون التربية المدنية المرجع والمفيد في الاجتماعيات قصن طبعا الخامس فدائه نشر على بركة الله عدنا هنا أنظم عملي وأقيم أدائه إذن عنوان درس أنظم عملي وأقيم أدائه الأهداف أكتشف أهمية تنظيمي لعملي وأتعلم قواعده الأساسية والهدف الثاني أطبق تلك القواعد على عملي في البيت والمدرسة وأخيرا أتعلم كيف أقيم مدى تنظيمي لعملي إذن تقيم مدى تنظيم لعملي طبعا أمهد لتعلوماتي كم أنا سعيد بحلول الموسم الدراسي الجديد فقد التحقت هذه السنة بمدرستي لمواصلة التعلم في السنة الخامسة بجدائي لاحظ الرسم وأقرأ الحوار مصاحب له نعم لاحظ علي علي قال لقد حن وقت المدرسة وأنا لم أعثر بعد على دفتري عائشة لو كنت تنظم عملك ما ضاع منك لو كنت تنظم عملك ما ضاع منك نعم إذن بعد قرأ الحوار أصف الصعوبات التي اعترضت علي في ترتيب أدواته المدرسية في البيت إذن ما هي الصعوبات التي اعترضت نعم فعلي لم يقم بتنظيم وترتيب أدواته طبعا في بكاين معين مما صعب عليه أن يجد أحد ضفاتره نعم هذه الطريقة أعبر عن رأيي فيما إذا كانت طريقة تنظيم عمله سليمة أم لا طبعا فهذه طريقة تنظيم غير سليمة طبعا لأنها غير منظمة وغير مرتبة الشيء الذي أضاع له الوقت في البحث عن دفتريه وقد يجده أو لا يجده نعم فهي طريقة غير سليمة لو كنت مكان علي أو عائشة ما التصرف الذي يلزم القيام به لتفادي مثل هذه الوضعية يعني لو كنت مكان علي لقمت بوضع الكتب والضفاتر والأدوات في مكان خاص معين بشكل مرتب حتى طبعا عندما أبحث عن كتاب أو دفتال فأجده بسهولة فهنا علي لم يرتب ولم ينظم كتبه وأدواته نعم لاحظوا هنا الصورة هذه ما دفعوا هؤلاء الأطفال نعم ربما يتشاجرون لا ينتبهون إلى الأستاذة فهناك نوع من الفوضى نوع من الفوضى فلتعدنا الأستاذة انتبهوا كيف يمكن أن نعمل في مثل هذه الفوضى طبعا يصعبوا أو يتعذروا القيام بأي عمل في ضل هذه الفوضى لاحظوا التلاميذ غير مكتلتين ولا ينتبهون إلى الأستاذة فيتشاجرون أو يتناقشون بينهم دون احترام للأستاذة أصفوا حالة الفصل الدراسي وصرفة تلاميذ نعم تقنط صرفة ديال التلاميذ فيتصرفات غير سليمة وغير سيئة فطبعا هناك عدم احترام فيما بينهم وعدم احترام للأستاذة وبينما إذا كانت طريقة عمل منظماء طبعا طريقة عمل لهم غير منظمة غير منتبرة فتؤثر على التحصيل الدراسي نعم تؤثر على نعم سنرى هنا كيقولنا أتعلم القواعد الأساسية لتنظيم العمل ما هي القواعد الأساسية لتنظيم العمل أتمنى في مكون الخطط سنرى الخططة نعم هالخططة هيا مشوا ليها لاحظوا الخططة عدنا مجموعة من الخطوات الأساسية لتنظيم العمل الخطوة الأولى هي كما ترى يقولون التذبير الجيد للوقت لتحقيق الأهدف المرسومة إذن طبعا لا بد من تذبير جيد للوقت لاستغلاله بكامله فوضع جدوى الزماني ينظم لنا الوقت ومما يسهل تنظيم العمل الخطوة الثانية التخطيط لإنجاز العمل يعني يجب أن نوضعه واحد جدوى الزماني للأنشطة نديره مثلا جدوى الزماني من التام من العاشرة مدى نفعه من العاشرة هناك دول زماني مؤين لإنجاز العمل مما يساعد على تنظيم العمل ثالثة تحديد المهام يعني أنشطة الأولويات فطبعا هناك أنشطة مستعجلة وأنشطة أقل استعجال وأنشطة جنزل فيما بعد فمثلا غدا عندنا مراقبة مستمرة فينبغي حفظ مراجعة الدروس لتعلقوا به ذلك وعدنا مثلا بحث في الشهر القادم بعد أن نشوفه فطبعا في أقل استعجال مقارنة مع غدا عندنا حد مثل استظهار لصورة قرآنية أو لإنجاز مراقبة مستمرة فهناك أنشطة مستعجلة وأنشطة أقل استعجال وأنشطة تنجز فيما بعد إذن ثم لابد لتنظيم العمل توفير الأذوات والظروف العمل أذوات الضرورية وتوفير ظروف العمل يعني مكان هذي بعيدا عن الضوضاء وبيضاء الفوضاء مما يصل القيام بإنجاز الأعمال فهذا يدخل في تنظيم العمل الإنجاز المرحالي يعني التدرج في التنفيذ طبعا لا يمكن أن نشطة في دفعة واحدة وهناك تدرج ثم تقسيم إنجازات ومستوى الآذاء تقييم إنجازات ومستوى الآذاء فنقوم بتقييم إنجازات يعني فنقارن هل قمنا طبعا بهذه الإنجازات أم لا أم ينبغي تحسين طبعا تنظيم العمل لكي نقوم بإنجاز العمل فنرجعوا الهنايا أسمي هذه الخطوات رسميناها عدنا ست خطوات لقلنا التدبير جيد للوقت تخديد إنجاز العمل تحديد المهام الأشدد للأولوية توفي الأدوات ضرور العمل إنجاز المرحل يعني التدرج في التنفيذ وتقييم إنجازات ومستوى الآذاء فهل نعنى قمنا ب طبعا كان واش كان أداء حسنا أم دون المتوسط أم ممتاز نعم فأقول هنا أبين فإذا تنظيم العمل في تحقيق الأهداف المرسومة إذن فتنظيم العمل في تحقيق الأهداف المرسومة يؤدي إلى طبعا إلى نتائج إيجابية أو حسنة فيكون تحصيل الدراسي جيد هذا يساعد ويمكن من تحصيل تحصيل الدراسي الجيد نعم هنا قالنا أطبق تلك القواعد على العمل في البيت والمدرسة القواعد أن تبقوا فين في البيت والمدرسة لاحظوا هذه الصورة هذه ماذا تفعل هذه البين نعم فهي ترتب طبعا فراشها تقوم بترتيب فراشها وهذا الطيف المذيفعل عن فضوة الخمسة يقوم بمراجعة أو مذاكرة دروسه طبعا في مكان هذي بعيدا عن كل ما يزعجه ولا يجعله ينجز عمله هنا هذه طبعا ساحة المدرسة هذه مدرسة التلاميذ مصطفون ويرددون طبعا النشيد الوطني هالعالم بل لذي أنه يرددون النشيد الوطني هنا يبدو لأن الأستاذة تقوم بشرح الدرس للتلاميذ داخل القسم فهذا عمل داخل المدرسة وهذا داخل القسم هنا في المنزل يقوم بإنجاز واجباته ويراجع دروسة وهنا البنت في البيت تقوم كذلك الأخرى بترتيب فراشها نعم ألاحظ الرسمين الوطني قرأ نعم قالوا أنه هو الجدول وأقرأ الجدول هالجدول قواعد تنظيم عملي في البيت شي مهم السريح بعد العودة من من درسة إذن بعد العودة من درسة السريح قليلا ألعب لمدة محدودة نعم فاللعب مهم بزاف وأنظم وقتي حسب الأنشطة التي سأقوم بها فهناك أنشطة مستعجلة لأم أن أقوم بها غداء أقوم بها الآن أختار مكانا هذه الإنجاز الواجبات المنزلية كما هالطفل أختار مكانا هذه الإنجاز الواجبات نجح أطلع على دفتر النصوص وتعليمات إنجاز الواجبات المنزلية نعم عندي واحد دفتر النصوص أطلع عليه والتعليمات إنجاز الواجبات ما هي الأعمال التي سأقوم بها في المنزل أنجز واجباتي وأراجع دروسي استعدادا للفروض لفروض المراقبة المستمرة نعم فهذه قواعدة للعمل أجمع أدواتي أرتبها وأحرص على وضعها في المكان مخاص لها حتى إذا أردت أن أبحث عنها فطبعا فأجدها بسهولة أعد حقيبتي مستعينا باستعمال الزمان الأسبوعي إذن كي أعد الحقيبة لابد من الرجوع لإستعمال الزمان وكي لا أنسى بعض الضفاتي وكي أكنت مدرسيها أتناول العشاء أنا مبكرا ولا أسهر أمامتي الزيد فهذا يؤدي إلى تنظيم العمل إذا مردت أستعين بزميلي في الفصل لماذا؟ ليزودني بالدروس والواجبات المنزلية لنقلها في الدفتري لتفادي أي تأخير فهاش في التحصيل الدراسي إذن هذه قواعد ينبقى قيم بها في داخل المنزل أحباد لو أنكم تقوموا بها أبناء الأعزاء كذلك فهي كلها مفيدة وكلها زمين نبعا نشوفوا تنظيم العمل في مدرسة نعم قلنا هنا داخل القيس تقوموا بشرحي طبعا الدروس وقلنا في المدرسة نقوم كذلك بترديد ناشد وطني في شكل متصفوف مرتبة إذن داخل المدرسة ما هي كيف أن أنظم عمالي لاحظوا أحترم أوقات دخول المدرسة والخروج منها والانضباط في الصف إذن الانضباط في الصف ودو أوقات دخول المدرسة والخروج منها لا أتأخر أشارك متعلم مدرسة في الوقوف باحترام لتحية العالم الموطني نعم ينبغي احترام تحية العالم الموطني ونردد نشيد أخرج أدواتي وكتبي طبعا بسرعة داخل القسم وأرتبها داخل طائما فوق طاولتي وأضعها في حقيبتي في العصة هذا داخل القسم هذا طبعا داخل المدرسة أحترم أستاذي وأصغي جيدا له ولزملائي متعليمين طبعا داخل القسم وخارجه أشارك في الأنشطة التعليمية وأنجز ما يطوم مني من العمل الفردي أو جماعي نعم أحترم قانون المدرسة ونظام الفصل الدراسي والعمل الجماعي والقابول بالآخرين من ذوي الاحتياجات الخاصة أحافظ طبعا على امتلكة مدرستي وآفات فصل الدراسي وأضع النفايات في المكان المخصصي لها فهذه قواعد لتنظيم عملي داخل المدرسة إذن هنا أتعلم كيف أقيم مدى تنظيم العمل هل تم تنظيم العمل بشكل جيد أم بشكل متوسط أم دون المتوسط نعم أستعين بشبكة تقييم هذه الوثيقة العاشرة أقرأ مضمونها وأقيمك في التنظيم العملي في البيت ومدرسة مستخدما سلم التنقيد طبعا لنا السفر نادرا جوج كتابة ثلاثة أحيانا في الغالب أربعا ودائما خمسة إذن لما سلم تنقيد أضع المقتلة أقترحها في الخانة المقابلة لكل عنصر بحسب التنظيم العملي لاحظوا شبكة تقييم هذه نعم وأي تيميد أرى أن يقوموا بهذا التنظيم أم لا أخطروا دائما في البيت ليكونوا عملي من الضمان واش لا أم نادرا أم أحيانا أم غالبا أم دائما ستضعون نقطة مناسبة أتفحص دائما دفتال النصوص لإنجاز الثماني المنزلية هل فعلا تقوم بذلك أراجعوا دروسي في كل ماستعدادا لحصة الدراسية أضعوا أدواتي وكتبي في حقيبة المدرسة مستعينا باستعمال الزمان الأسبوعي أرتبوا مكتبتي وحاجياتي عند التعامل العمال هل نقوم بهذا أم لا أفضل دائما اللاعب بدل إنجاز واجباتي المدرسية في حالة تغيوبيا الدراسة أعيدوا كتابة دروس وإنجاز الزماني ورجبة المنزلية أنا مبكرا ولا أصار أمام التلباس هذا داخل البيت أما في المدرسة أصلوا إلى المدرسة في الوقت المحدد كل صباح وشاركوا في تحييات العالم بين دباط وروحوا وطنية أجدوا التماري المطلوب مني أثناء الحصة الدراسية أحترموا قواعد المدرسة في القسم وفي ساحة العيب أحترموا قواعد العيس المشترك والعمل الجماعي أسجلوا دائما الواجبات المنزلة في دفتر النصوص حتى لا أنساء وحافظوا عن أضافة القسم وأدوة الأوراق والأدوات الغير الصالحة للسعمال في حاوية النفايات أحترموا متعلمي مدرستي وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة إذن اللي حصل لنا على أقل من عشرين فهو دول معدل ينبغي طبعا اللي حصلها عشرين فهو متوسط اللي حصلها ثلاثين نقطة فهو حسن اللي حصلها أبعين نقطة فهو ممتاز إذا لم تكن تقوم بهذا فحاول أن تعيد النظرة في ترتيبي أو تنظيم عملك إذن شنه الشبكات هذه مهمة نعرفها شبكة تقييم طريقة لمعرفة كيفية تنظيم وإنجاز العمل باعتماد سلم للتنقذ كما قلنا ويتم احتساب مجموعة النقاط محصل عليها بالنسبة لكل عنصر عنصر خانة وتقارن بالمجموع الإجمالي تحديد مستوى التنظيم العمل هل هو جيد أم طبعا حسن أم متوسط أم دون المتوسط أستعين بالوثيقة واحدة عشرة الوايدة في ذا نعم وأقارن بين فئتهم التلاميذ الأولى تنظم عملها والثانية لا تهتم بذلك مثلا الفئة الأولى تنظم عملها والطبيق قواعدها ما النتائج في البيت إذن العمل يكون منظام وعند تكون مثلا تسهل عليه مراجعة الدروس النتائج في المدرسة الحصول على نتائج تحصيل دراسة جيد طبعا الحصول على مراتب أولى في القسم وطبعا سهولة سبح التعلم سهل الفئة الأولى تنظم عملها تجد صعوبة في مراجعة الدروس في البحث عن دفتار عما عدم قيم بواجباتها المنزلة بشكل جيد النتائج المدرسة طبعا فيساعد على التعلم والحصول على نتائج إيجابية شكل الملخص سأضعه في علبة الوصف إن شاء الله